طيب كابتا محمد في نقطة عايزة اكلمك فيها وكنت مستغربة شوية مصطفى شربي اول مرة احنا هاتي الزمالك كان بيمر مرحلة صعبة جدا لدرجة ان احنا شكينا انه هل مصطفى الشربي فعلا لعيب جيد ولا لا هو كان متقلق جدا مع عين بيعمل ما يروح للزمالك وبدأت مرحلة الشكة وبقيت صفقة فشلة وليه الزمالك جا جميل الزمالك يعني وللزمالك جا مصطفى شربي ومش كل لعيب يلعب في الزمالك والاهلي والتيشرت تيل عليه وفجأة الراجل قبل الاصابة طبعا كان مكسر الدنيا مع الزمالك هلالك كنت متوقع ان مصطفى شربي اتحسن هذا التحسن مع نهاية الزمالك ولكن كنت خايف او متوقع انه زي العيبة كتير كيبتبه مطلقة مع فرق او ما تروح لفريق جامهيري بتنتهي لا انا في الحقيقة انا هقولك حاجة مختلفة خالص بس انا مستغرب ان لسه مصطفى شربي مظهرش بالشكل المفروض عليه اصلا كمان انا هقولك على مفاجأة من وجهة نظر عشان برضو الناس بقى انا شايف بديل زيزو واللي هيحل المحل زيزو مصطفى شربي بتتكلم بديل زيزو لو حتى زيزو مشي من النادي كمان هيحل المحل زيزو مصطفى شربي العيب كبير جدا بس هو ايه المشكلة برضو ان توقيت اللي راح فيه نادي الزمالك النادي مكانش في احسن حالك فانت صعب جدا ان انت تبقى لسه جاي ويتبان بشكل ان انت تشيل فرقة صح فطبعا وجمهير الزمالك طبعا عندها حق ان هي مستنية نجموا اشتروا بفلوس وكده فمستنين بقى لا فطبيعا اللعبة ما بيبقى جاي نادي مش نادي جماهيري زي امبي ويروح نادي جماهيري كبير جدا زي الزمالك الموضوع برضو بيبقى صعب وبردو بيبقى لسه ودنه مش متعودة بقى على الانتقادات ومش متعودة على حاجات كتيرة جدا انما كامكانات مصطفى شلبي انا بقولك مصطفى شلبي اعتقد الفترة اللي جاية هيبقى لشأن كبير جدا في نادي الزمالك عظيم جدا انتو بكلام حضرتك بتقول ان انتو عندكو دايما مشروع طويل الامد اللاعبين مش بتستعجله يعني اللي هو انا بسيبه بالبلد كده يستوي عليك يستوي صحيح هل دا هيحصل مع الكابتن تامر اسماعيل تامر ومصطفى هل الكابتن تامر مكمل مع الفرقة حتى لو النتائج بعض الشيء تعصرت في اي وقت من الاوقات ولا اربع خمس مباراة نتائج سيئة تعانى غير المدرب ونغير وزي ما بنعمل دايما لا عايز اقولك على حاجة بردو مهمة كابتن تامر انت قلت مشروع هو فعل مشروع واحنا المشروع بتاعنا مش مش لعبة بس بردو يا كاريه مدربين كمان يعني كابتن تامر انا اعتقد ان هو الحمد لله بقى من ضمن الاسامي ان يتحط في الكلاس ايه بتاع المدربين ودي حقيقة يعني تامر مصطفى من المدربين اللي هيبقى ليهم شأن كبير جدا 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 فالموضوع عامل زي برضو اللعيب يعني اللعيب جاله فرصة كويسة وتناسب النادي وكذا ممكن اك تامر احنا بنعتبره ابن النادي طبعا ابننا في الحقيقة يعني وهو ممكن اممجله فرصة احنا كمان نساعده فيه يعني الموضوع مش علاقة عقد وهيمشي او مش هيمشي الموضوع بالذات احنا مشروع بتديناه سوا كل واحد ليه وقته ممكن يخرج فيه بس يخرج بالشكل زي ما بقولك مش مستعجل عليه يعني ممكن كابتن تامر يجيله عرض مميز جدا احنا هنبقى اكتر نسحة مبسوطين يعني الموضوع بيننا وبين الكابتن تامر الموضوع بالذات زي ما بقولك كده حاجة انت برضو بتخرج عايز اقول ان تامر مصطفى ده اللي هو في فترة ما هيبقى من احسن نجوم في مصر ان شاء الله برضو ابن امبي خارج من امبي هو ده تارجت بلينة برضو ممتاز كابتن محمد شرفت ونورت دايما ضيف عزيز رائع جدا على رقم والله انا اللي ببقى مفتوك جدا معك وانا كريم بحس ان انا مش مش في حالة بحس ان انا كده قاعد قاعدة جميلة اه بصراحة يا بصراحة ربنا خليك شكرا 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 ربنا خليك شكرا شكرا ربنا خليك